خلق قرآني علو الهمة خلق الرفيع وغاية النبيلة تتلهف إليه النفوس الكريمة وهو من الأسس الأخلاقية الفاضلة التي حث الشرع عليها فقد ندب الله جل وعلا عباده إلى المسابقة في فعل الطاعات قال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وأصحاب الهمم العالية لا تلهيهم الدنيا عن مقاصدهم الغالية ولا يشغلهم شيء عن طاعة مولاهم ولذلك رضي الله عنهم وأرضاهم يقول سبحانه مثنيا على همم عمار المساجر السامية وعزائمهم العالية رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء وإيتاء الزكاة فكانت همتهم سببا في ثناء الله عليهم وصاحب الهمة العالية مشغول بمعالي الأمور متمثلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها كن سائرا في كل درب نير واطرق بهمتك العالية للنجاح وجعل دعاءك رب شرف همتي سخر بدربي كل أسباب الفلاح جعلنا الله وإياكم من أهل هذا الخلق القرآني العظيم ووفقنا لخيري الدنيا والدين خلق قرآني